والنهاردة بالمناسبة أحد الأصدقاء عندي على الفيسبوك على سوشال ميديا محمد عطيته عطيته من الناس القريبة أنا بحبه جدا بعاتلي النهاردة قال لي يا كابتل إسلام أحد المحبي نادي الترجي وهو ولد صغير في السن أو شاب صغير في السن كلمه قال له أنا فتحت قناة الأهلي أو بعاتله فويس نوت يعني قال له أنا فتحت قناة الأهلي فشفت الناس بتتكلم على قناة الأهلي على نادي الترجي بشكل متميز ومحترمين الترجي جدا فأنا بشكرهم وقال على قناة أخرى أن هي قناة مكلم عليها بطريقة مش لطيفة يعني لكن أنا اللي يهمني وأنا برد على صديقي الصغير اللي محب أو بيشجع نادي الترجي هقول له كلمتين الكبار دائما بيحترموا بعض الفرق الكبيرة دائما بتحترم بعض مهما كانت الأمور ومهما كانت المستوى نادي الترجي أو مهما كان مستوى النادي الأهلي يظل دائما الترجي هو الترجي فالكبار أو النادي الأهلي هو كبير أفريقيا خلينا نعترف بكده دي أنا متأكد منها رقميا وكل حاجة والكبير أو كبير أفريقيا بيحترم كبار أفريقيا كلهم اللي منهم الترجي بالمناسبة يظل دائما اسم الترجي هو اسم كبير مهما كان نتائجه مهما كانت إصاباته مهما كان عنده مشكلة في المدير الفني أو مع المدير الفني أو عنده مشكلة مع جمهوره يظل دائما اسم الترجي كبير كبير وعمرنا مع أننا حاول البعض أنه يحط في طريقي كده فيديوهات لبعض إخواتنا في تونس أو بعض إخواتنا من محبين الترجي يعني بيتكلموا بشكل سيء عن النادي الأهلي ولكن أبدا عمري ما هنجر لهذه السكة أبدا لأن الترجي يظل فريق كبير جدا مهما كانت الظروف ومهما كانت الأمور وإن شاء الله هنشوف مباراة تليق باسم نادي الأهلي ونادي الترجي الكبيرين فأنا بشكرك جدا على الكلام اللي أنت قلته على قناة الأهلي طبعا ولكن الكبير دائما عندما يتكلم يتكلم باحترام عن الكبار والترجي من الكبار وسيظل اسم الترجي كبير أنا بس حبيت برضو أن أنا أوضح هذا الأمر وأنا بتكلم عن هذه المباراة المهمة جدا والصعبة جدا